اليوم بدنا نعمل مراجعة لمعدات تصوير مش مهمة للمصورين هي مهمة للتجار اللي عندهم ضاع كثير بالمحل وبدهم يصوروها بدي نزلوها على الفيسبوك والسوشال ميديا الاخرهي او ممكن عم بيصوروا حاليا بدي حسنوا من تصويرهم وممكن كمان هاي المعدات تكون مهمة لمصورين المنتجات المحترفين الشكر الدائم طبعا لحبايبنا يو كاملا هم بعثولي هاي المعدات نعمل عنها الريفيو ولدعمهم لهاي الفيديوهات خلينا نبلج نبدأ اول اشي بالباكدروبس الباكدروبس هي عبارة عن خلفيات او عبارة عن صور مطبوع عليها خلفيات صور عالية تجودة وكبيرة حجمة كثير كبيرة هاي الصور ممكن تكون عليها خشب ارضية سيراميك حجارة تكسشر اللي بدك يعني وهي مفيدة للتصوير الطعام والمنتجات بنفس الوقت وانا منه علي كاليو بيستخدم هاي الباكدروبس او الارضيات كثير شفتم يمكن عندي بالستوريز بتصوير المنتجات والتصوير الطعام حتى عندي بقناة اليوتيوب لما اعمل مراجع على المعدات بحتاجة غير الارضية بستخدم هاي الارضيات في الصور الحلو انها متينة واذا وقع عليها عصيرة او مي او اي اشي ممكن تمسحها بسهولة نحكى عن نوع ثاني من الارضيات اللي هم بسموها بي في سي هي ارضيات مكونة من مادة البي في سي بعرفش اختصار لايش صراحة بولي اشي الشريحة كاملة تيجي بس لون واحد فهي فيه لون الازرق السكني كل الالوان اللي بدك اياها الاخضر الاصفر الاخره هلا استخدامها صراحة بتصوير المنتجات مشان ما نشتت المشاهد عن المنتج فعادة المستخدم هاي الخلفيات وبتكون اللون المكمل للون المنتج عادة او من مونو كروم يعني اذا المنتج لونه ازرق ممكن نخلي الخلفية زرقة او العكس اذا المنتج لونه برتقالي ممكن نخلي خلفية زرقة فالارضيات بتختلف عن الباكدروبس انه هي سادة بس لون واحد واتوقع انها امتن بكثير يعني هذيك ممكن تنمز على الصور اتوقع اصلا بيستخدموها بالانبيب بالمواسير الاخري في مواد البناء كمان هاي كمان بتفيدك كثير لشغلك واحنا كل معداد تقريبا رح نحكي عنها اليوم سعرها كثير رخيص هلا نيجي نحكي عن الواح الاكريليك الواح الاكريليك اللي هي اكريليك اظن هاي المادة معروفة بتعرفوها كلكم هي عبارة عن لوح بيجي يا لون اسود يا لون ابيض هاي الالواح مفيدة جدا لتصوير المنتجات اذا بدك تعطيها انعكاس من تحت فمثلا اذا انت بدك تصور ساعة او اي منتج شو مكان لكن انت بدك تعطيه انعكاس على الارضية هلا اذا بدك تصور بس ما بدك انعكاس من تحت وبنفس الوقت ما بدك ظلال من تحت اللي هو عادة بدنا احنا خلفية بيضة سك بهاي الحال احنا بنحتاج ارضية مختلفة نوعا ما بنحتاج نصور المنتج لكن الاضاءة تكون من تحت مش من فوق ولا عيمين وعلى شماله فلما تكون الاضاءة من تحت هيك احنا بنلغي الضلال وبنضوي المنتج فبيصفي احنا بس بدنا نعكس عليه ظل من فوق فهيك بطلع معانا المنتج ابيض سك فهذا عبارة عن مصدر اضاءة اوكي مربع هو تقريبا زي اللي بتركب بالسقل لكن هذا انت بتستخدمه كقاعدة لتصوير المنتجات وبتحط عليه عادة المستخدم عليه المجوهرات او اي منتج لكن انت بتصور من فوق فهيك بتصفي خلفية وبيضة سك لكن وين الفكرة انت بتحتاج كمان ضو ثاني من فوق او عاكس حتى المنتج ما يطلع اسود سيلويت والله بقدر استخدمه كيلات عندي هيك بالستوديو مثلا اركبه الحير مش ضروري والله بس لتصوير المنتجات ممكن اعمل منه شباكة او اشي فكرة والله ضو كثير نعم وممتاز قوي يعني هون احنا بنحكي اعدادات الكاميرا صحيح اعدادات الكاميرا هون عندي انا شطر واحد على خمسين فتحة اربعة ايزو اربعمين او ضويني ممتاز والله شايد هلا نيجي نحكي اخر اشي عن اشكال هندسية هاي بتشوفوه كثير بتصوير المنتجات على بنترس خصوصا هاي هي عبارة عن فلين اوكي بس مكسوص على شكل قطع هندسية مكعب شكل سداسي لاضلاع استواني الاخره مربع مستطيل اليتر الذكية هاي الاشكال هندسية عادة نستخدمها خلال تصوير المنتجات بتعطي جمالية للمشهد هاي بسميها بروبس اي اشي بيعطي جمالية للمشهد شكلا اوكي احنا بسميها بروبس فهال بروبس مفيدة جدا بتصوير المنتجات ولا كل الالوان انت تبدكيها ابيض احمر ازرق الى اخري هلا اذا انت مش حاجة تشتري اضاءة ثانية خلص بدك تجيب اشي اضاءته منه فيه وبتقدر تصور فيه منتجات عاكسة منتجات شفافة او كل منتجاتك بغض النظر عن حجمها ونوحها بازحك بهاي الحالة تشتري خيمة ضوئية في منها حجم الكثير صغير وبسيط جدا اذا بدي تصور منتجات صغيرة الحجم اذا بديت تصورها تشتري ابيض رابد صغير تثبت عليه وبذوي من فوق بيكون فيه ضلال معين له لكن هون احنا بنا احنا بنحكي اضاءة مع الخيمة تاعتها لكن بنصحك إذا بدك تستخدم الخيمة تطفي كل الإضاءات الموجودة بالسقف خلص تعتمد على الإضاءة الموجودة فيها والحلو أنه فيها فتحة من فوق إذا بدك تقدر تفتحها وتصور المنتجات اللي بدك إياها من فوق مش بس من الجن خلينا أوسع شوي الكاميرا هلأ في النسخة الأكبر منها تقريبا هاي بتيجي 50 سانتي هاي خيمة أكبر أو لايت بوكس لايت تينت أو لايت بوكس اللي بدكوا يسموها فالفكرة منها هي صراحة لتصوير المنتجات العاكسة لأن المنتجات العاكسة إذا هاي المنطقة مفتوحة من قدام المصورة وكاميرته وكل الغرفة بتبين على المنتج فهاي الخيمة بتساعدك إنه بس يبين انعكاس العدسة فإنت هون بتخلي العدسة موجودة بتقدر تصور فيها وما يبين انعكاسات ثانية على المنتج وبيجي محة ثلاث خلفيات PVC اللي هو اللون الأسود والأبيض والبيج وآخر شي رح نحكي عنه اللي هو Rotating Time Table اللي هي عبارة عن طاولة تتحرك ثلاثمين ستين درجة على الكهرباء فإنت بتحط المنتج تاعك اللي بدك ياها عليها وبتشغلها على الكهرباء وبيبلش يلف عادة عادة اللي بيستخدم Rotating Time Table بيستخدمها كمان مع Light Tint أو Light Box مشان يلغي كل الانعكسات اللي حوليها ويحط الخلفية اللي وراها اللي بدو إياها هلا هاي النسخة أتوقع عنها ثلاثين سانتي في النسخة الأكبر منها بتيجي خمسين سانتي مع أرضيات ملونة PVC مشان إذا بدك تستخدم المتصوير للمنتجات وبتتحكم فيها بالريموت عن بعد أتمنى أكون أفدكم بهذا الفيديو زي ما حكيت هذا الفيديو مش للمصورين المنتجات المحترفين هو للتجار اللي بدو بس يحسن من جودة شغله وعندو بضاعة يومية بدو يصورها بشكل يومي بغض النظر كوزماتيكس منتجات بسيطة حجمها صغير وبدو يسوقلها على السوشال ميديا إن شاء الله راح أعمل فيديو جاي راح يكون عن تصوير المنتجات لكن بمعدات احترافية راح يكون مفيد للتجار اللي بدو ميصوروا أشياء احترافية بغض النظر عن الميزانية وللمصورين المحترفين اللي حابين يطوروا من معداتهم لوقت الفيديو الجاي إذا عندكم أي استفسارات أو معدات جديدة غريبة حابين نعمل عنها ريفيو تقدروا تبعثولها على حسابي على الفيسبوك أو انستجرام atliyo.حمati نختمها بالجملة اللي دائماً بحب بحكيها أنا واذكرها للكل أنه كل شخص فيك مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيك العافية